سنقول اعدادي ان شاء الله فيديو النهاردة هنبدأ نحل كده مع بعض جزء من امتحانات برافو هبدأ بالامتحان الاول اللي هو جاي على اونيتيكا على الوحدة الرابعة ده هنا صفحة تلاتة وتمانية هنبدأ بقراءة الدوكيمو كده سريعا الدوكيمو ده طبعا عبارة عن ديالوج ما بين لو كارسون وبين مانور وبين ماري لو كارسون بقول بونسوار كسكو فو بوفي مساء الخير ماذا تتناولون او حتشربوا ايه مانور قالتلو بونسوار فو زعفي انجو دو فغوي فغي حضرتك عندك عصير فاكها فرش تمام القرصون قال لها وي ايوة كل فغوي ايميو ايفا كحضرتك تحبين قالتلو بوغموا دي مانور جام لجو دو غانج عايزة او انا بحب عصير بورتقان وراح تسأل صاحبتها اتلاها ايه توى ماري وانت يا ماري ماري قالت لها جو بودغي انجو دو بانان عايزة عصير موز القرصون قال لها باردون ما عزيرتان ونا با دي جو دو بانان ما عاندينيش عصير بورتقان موز وو وليه وانجو دو ستغو حضرتك تغدي عصير لامون قالتلو نو مرسي شوكرا جنو مبالي ستغو ما بحبش لستغول لامون جو بغان انكافي حياخد اهوى مانور سألت سيكم بيا بكم كلو اللا انجو دو غانج 25 ليفر جبسيا عصير بورتقان خمسو عشينغيني كلو انكافي كامز ليفر جبسيا بالاضافة الى القهوة خمسطاشر كلو باربعين جني طيب نبدأ كده اول سؤال سريعا سعبر الصفحة شوي مانار اي ماغي سان مانار وماغي بيكونوا فين يبقوا كافي في الكافي مانار اي مانار كانت بتحب ايه مانار كانت عايزة عصير بورتقال يبقى لجو دو غانج مانار بي مانار دفعت يبقى كارانت ليفر جبسيا اربعين دونسو كافي في هذا الكافي لا يوجد عصير ما كانش موجود عصير موز اللي هي ماغي طلبته طيب هندخل بعد كده على اسئلة السوتياتيو المواقف ركزوا يا حلوين مين بيسأل ومين اللي بيرد في اخر الموقف لاني بتعتمد على كده أنت تصف السوق الى صديقك ماذا انت تقول ايه الحاجة في التلاتة دول اللي انا بوصف بيوم السوق حتكوني التانية السوق بيكون مملوء بالحرقة اللي جابتني التانيين طبعا غلص مش حققرأه معشان بس وقت الفيديو بعد كده تودي موند انت اللي بتسأل الجرسون عن مشروبك المفضل او انت بقى اللي بتطلب من الجرسون مشروبك المفضل كسكتو دي ماذا انت تقول فحقول له جو فضغي انجو دي بانان من فضلك اريد عصير موس توفو غزر في انتابل دون زان غزر صغا كسكتو ديو جرسون انت تريد ان تحجز تربيزة في مطعم ماذا تقول للجرسون يبقى طريقة حجز التربيزة يبقى حقولي الإجابة من فضلك قولي التربيزة لشخصين لو سمع بعد كده صديقك اللي بيسألك صديقك اللي بيسألك ماذا يلزم لعمل الصلاطة ماذا انت تقول يبقى حتقول له او 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 دي طمات بيلزم تماطم وخيار طيب نيجي عند اجزاء شوزي مي باغو هنستبدلها بايه على طول يعني ايه حتبدلها ما انت لازم تستبدلها بضمير هتستبدلها بضمير طيب الالفك اس بتاخد النهاية الانت بس هي مش ظهر او في التصوير دي اخيرها انت باي اسم بشوفو يا ولاد باستبدله بضمير ك ت الضمير ت بياخد بواب الاس س في دي اخيرها حرف ت بس مش ظهر بس بالتصوير صافي كمبيان الي يصير قد السؤال عن السعر يل فو بوغ دلو حاختار دللاباستوف عشان خاطر او كلمة مبدو أبوويل جي في بوتيك بوتيك دي سوفينير مكان نوع ايه مؤنس يبقى ياخد الالا تي فاقالي قول افيك انت تزب الى المدرسة مع هتبقى افيك ما معايا من فاش اقول افيك تي افيك ما يجيش بعدها تي اللي يجي بعد افيك وحروف جر ما و تو فمش حاولك انت رايح المدرسة مع انت لأ حاولك انت رايح المدرسة معايا طيب فو بغني هتبقى ليه حبتطلع عشان كلمة غي مؤنسة كلمة الشارع يا ولاد مؤنسة والله دي عيدة عليها طيب اسئلت التوصيل المفروض بنقرأ الصفين كمين وبعدين هنختار بس انا حالي سريع معشان الوقت بغلق ومغشي ده هنا حد بسأل على المكان فحيقوله فو تغنيقى دغوات حضرتك هتلف الى اليمين كسكليا ومغشي ماذا يوجد في السوق هقوله فواكه وخضروات دي بتاعت الاشخاص العاقل أسئلت الكمبلت مش بيكون ليها اجابة سبتة خالص بس انا هاختار معاك واسهل الاجابات اسهل كلمات ممكن نكتبها بإذن الله كلمة يعني عايز حاجة أنا بطلبها بعدها في جمل كتير اسهل حاجة ممكن اطلبها هطلب كده وحكتبها بأداة التجزئة ما تنسوش الأقصى واكتب سيل فو بلي ويا سلام لو تخطيلي علامة التعجل لحظة كده هو يا ميس سيل فو بلي ممكن اكتبها بالاختصار اه ممكن اكتبها بالاختصار يبقى في جملة بقى طويلة شحوش ما تكتبهيش شاك متاع كل صباح نحن نشرب ممكن واحد يقول لي ديو كافي وممكن واحد يقول لي ديو لي مش مهم هتشرب الصبح ركز كده فلأنا عايز اقولولك بعد لازم تحط تجزئة هو جايب الفرب ده عشان الأداة دي في واحد هشرب قهوة الصبح في واحد هشرب لبن برحبك اهم حاجة تحط أداة تجزئة اوة وتضيعوا درجاتكو وتروح جاي حاطتلي معرفة ناكرة لا كل فرب وليه أدويتو طيب هنا الابوتيك دي سوفينير جاشات في محل الهدايا أنا بشتري فيه إجابة مفتوحة يعني إجابة عام هقول ديكا دو هدايا وممكن واحد يقول لي اين مانتغ ساعة ويحدد نوع الهدايا اللي اتنين صح طار اللي انت حايزه ندخل على الالكزامان اللي بعد دي مانش متى الحوار ده حصل امتى يوم الحد صباحا سارة ذهبت إلى المرشي السوق بالتاكسي يبقى المواصلة محددة اهو المكان والزمين سارة قالت صباح الخير يا سيدي كيلو التفاح بكام قالها 50 ليفر جبسيا 50 جنيه الباقي صارة قالت له دونين موا دو كيلو الديني 2 كيلو من فضلك جبوا دغيقوا السي وانا قريد ايضا دو كيلو دو بانان 2 كيلو موز سي كومبيا بكام قالها الكيلو بعشرين يقصد مين كيلو الموز هي خلاص عرفت التفاح بخمسين فقالت له الديني 2 كيلو وقالت له كيلو الموز بكام قالها بعشرين طيب الطماطم بكام قالها كيلو الطماطم بعشرين برضو قالت له الديني كيلو يبقى من الطماطم ركز سألها تاني فوفو خضرتك عايزة خيار قالت له نو ما بحبش الخيار نركز عشان كده فيه كم حاجة كده في الدوكيمو دي صارة ايه صارة بتكون فين قومخشي عرفت منين اهو والله من العنوان صارة في المرشي في السوق صارة فقومخشي صارة راحت امتى لو متى عرفت منين والله كاتبلي دي مانش متى هو كاتبلي صارة اشترت كيلو بص هي سألت عن الموز بس ما اخذتش منه لكن اللي قالت له الديني كيلو منه كان مين كان طماطم يبقى صارة اشت ان كيلو دي طماط ندخل على اسئلة المواقف انت اللي بتسأل بتسأل صديقك عن مشروب المفضل ماذا انت تقول ركزه يا ولان هو انا ما قالكش انت بتسأل فصديقك هيقول لا خالص لكن انت بقى اللي هتسأل وتقول يبقى هتقول ليه ما هو مشروبك المفضل بصوا السؤال التاني ده بقولك متى انت تتناول مشروبك المفضل لكن هو بقولك ما هو كسك ماذا طيب صديقك اللي بيسألك التادي بتاعتك انت وعيد عليك انت كسك ماذا يوجد في السوق ماذا انت تقول ايه الحاجة اللي موجودة في السوق يا ولاد ايه موجودة في ايه طيب صديقك اللي بيسألك ماذا تتناول في الصباح ماذا هو يقول هو اللي حيسأل ويقول حيقول لك ماذا تتشرب في الصباح هي يشرب زي تناول المعنى واحد عاجبنا تناولها بنشربها صديقك اللي بيسألك بيسألك اين تزب لك تشتري ايشار بقى وشاح كسكتور دي بنشتري منيني ولاد من محل الهدايا طيب اسئلت الشوزي يلا نستبدلها بسرعة بضمير يبقى الافك اس والالافك اس بتاخد النهاية الانت الضمير بياخد بغاب الاس اللي حفظ بقى تصريفات الافعال دي ما فيهاش شرح بقى هتبقى بس هو الاس الاخرانية بس اللي مش باينة طبعا تصريف بقى تغفوزة اخر او اس طيب بغمواجبغا دولا كغام ليه دولا عشان براندر موجود وعشان كغام مؤنثة تيو وانت تذهب كافي يبقى هتاخد ال او ليه اخترنا ال او عشان كافي مكان مذكر ايه معرفش ايه كده كسكتور يبقى وانت ماذا تتناول مش هقول ام وانا مش حاسق لنفسي طيب مجزة هتبقى ليه الاخرانية بس هي مش باينة بس في التصوير فيه هنا حرف اس عشان كلمة مجزة جيالي جمع اسئلت الاسوسيات توصيل كيلو غيتيل سؤال الساعة هقوله انها السالسة إلا خمسة دقائق كبارقم بي كاشت ومخشي ماذا تتناول تتناول ايه بس ماذا تشتري في السوق بتشتري ايه في السوق دي فغوي ايه دي يمكن رابع مرة ييجي الاجابات دي اين يعمل الجرسون فحقوله اسئلت الكمبيت قلنا مليهاش اجابة سبتة وحنختار اسهل الحاجات ان شاء الله جم لفغوي كم انا بحب الفواكه مثلة هتحط لي الفكهة معرفة هقوله كم لابام زي التفاح لابانان اكتب اي اسم فكهة بس عرفه بقادات معرفة لكي ازب الى محطة القطار حضرتك هتاخد يأخذ هقوله اكتبها لكم بس صح لابغميار غ اضغوات وما تنساش الاقصان ايه بقى الاجابة اللي انا كتبتها دي يعني حضرتك هتاخد اول شارع يمين طيب بعد كده لو مخشي ايه لست شايفين حاجة زيها فوق من شوية لو مخشي ايه انيمي مملوء بالحرق ما تنساش الاقصان عشان دي صفة انيمي طب ياولاد لو جابلي بصوا كده افرد غيرلي المكان البوستة مكتب البريد بيكون عايز اقول له انيمي بس بص انيمي هزود او زيادة للتأنيس لان كلمة بوست كلمة مؤنسة يبقى راعي دايما الصفات عشان لو غيرلي المكان يبقى انا عارفة اتعامل السي اجزا مع تغوى دي هنا صفحة 87 نقرأ دوكيمون جو مابيل ملك جيكا تغزانة اسمي ملك عنده 14 سنة شاك بمضغدي كل جمعة انا فقدو متافة تساعة صباحا جو فيق ومخشي بذهب للسوق مع والدتي ونشط بتحكي بقى هي اشترت ايه ونشط اشترينا 2 كيلو طماطم 2 كيلو خيار وكيلو واحد من الجذر ونشط اشترينا ايضا 2 كيلو موز و2 كيلو برتقال في الظهر اميدي ميدي يعني 12 ظهرا خلي بالك من المواعيد يبقى هم رحوا الساعة 9 الصبح ورجعوا 12 الظهر بالتاكسي ملك ومخشي ملك رحيت امتى لو متى الصبح الزهاب كان الصبح الساعة 9 لامير دو ملك اشت مامت ملك اشتريت كيلو دو بانان خليني ارجع كده واشوف بانان بانان اشتريت منه 2 كيلو يبقى دو كيلو ملك غانطغ على ميزو بالتاكسي ملك رجعت المنزل بالتاكسي طيب لامير دو ملك اشتريت دو بانان اندك اندك يوضح او يبين انت بتوضح لأحد المرة مكان البريد مكان البوستا فانت هتقول هتوصف له بتوضح له مكان يعني هتقول له طريقة العنوان ياولاد هتقول له حضرتك هتمشي على طول ويه وتغني اجوش وبعدين هتلف في شمال اللي حافظ كلمات يعني حادي جدا يحل الاسئلة دي ان شاء الله صديقك بيسألك كسكي تبغى او بتدي جوني تدي ماذا انت تتناول في الافطار انت تقول هتقول له جبغى دي كروسون افك دي برغ انا بتناول كروسون مع الزبدة ان الضمير ان بيصرف زي يبقى ياخد بغاو من غير الاس نو بتاخد النهاية الون اس نو بوفو يشرب احفظ الاغنية دي ده تعبير على بعضه مالكش دعوة بالإيل طيب بوغ ايه بقى جملة بستك انا هنا بتكلم عن نفسي ولا بتكلم عن حد تاني لا بتكلم عن نفسي بس وما فيش سؤال فيش علامة استفهام يبقى انا كل الحوار دا عن نفسي يبقى قول بوغ مو سينما سينما مكان مذكر يبقى تاخد أداة المعرفة المضغمة أو أو حرف الجر أو جبغى دولا ليه اخترت دولا عشان أول حد غير ببراندر موجود وبعدين ليمونات مؤنس لو مخشي ايه ديستة لانا كتبهرقوا فوق في الكمبيت انيمي الاولى ليه مش التانية ولا التالتة لان لو مخشي مكان مذكر يبقى انيمي مكان مذكر لكن انيمي التانية للمؤنس وانيمي دي جمع مذكر كسكيل فوق فيغ دولا سالد أو فيغ لا سالد ماذا يلزم لعمل السلطة هقول له ديتو مات إيديكم قابله طماطم وخياري بقى دي الحاجات اللي لازميني في السلطة يبقى أرقكم بي وويلو مخشي فين السوق أين يكون السوق هقول له إيلي اللي هو السوق الإيلي دي عايدة على السوق يا أولاد أ لاب هو في أول شارع شميل كسكوفوفت ماذا حضرتك تفعل فقال له جسوي مخشاد وفقوي أنا بشتغل أو أنا بكون تاجر فواكه أسئلت الكمبيت لا الليموناد إيه ركزوني كده عشان السؤال ده مختلف شوي الليمون بيكون ما بواسون بص بقى بغي في غي عايزة أقول بيكون مشروب المفضل بغي في غي هزود أو زيادة ليه عشان هي كلمة مؤنسة على فكرة بغي في غي دي عايدة على المشروب مش عايدة على كلمة الليمون مؤنس كلمة المشروب نفسها مؤنسة فقول كإني بقول الحاجة المفضلة فحطيت هنا تقنيس زودت أو زيادة للتقنيس لكن لو حتكلم عن شيء مذكر حكت بغي في غي بس طيب لو متى في الصباح دي بقى جملة مفتوحة جدا أسأل حاجة ممكن أكتبها أكتبها هقول جوبة ديو لي أو ديو كافي في الصباح أنا بتناول قهوة عايز تقول لي جوبة لكل برحتك بس أنا شايفة دي أسهل طيب بو غاشيتو عم فلاقو دو بخفن أونفا لكي نشتري زجاجة عطر رحنو نزهب أواع تتخدع في يذهب يذهب لازم ييجي بعضو حرفو جر أواع تحط معرفة ولا ناكرة تنقص يبق أونفا أ لا بوتيك ولازم يورد تكونوا حفزيني بجملة دي عشان يا مالهاش بدي اللي هي كلمة بوتيك دو سوفينير سوفينير جو في أو أونفا ألا بوتيك دو سوفينير بنزهب إلى محل الهدية يبقى الفلاقو دو بخفن بنشتري من المكان ده ولازم أحط إش مانا حطيت آلا مين بقى حيقول لي في الكومنت تحت إنه إحنا حطينا آلا ما حطيتش أي حرفو جر تاني طيب ندخل على الجزاما كاتغ الانتحان الرابط عندي هنا أجزاما كاتغ صفحة تسعة وتمانين طيب لما غديمتها يوم الثلاث صباحا هالا فا افك سان بير رامي ومخشي هالا ذهبت للسوق مع باباها رامي إل بغين لوبيس هم ركبوا البس أونزير في الساعة 11 ومخشي في السوق هم في السوق شافوا بايعون كتيرون شافوا بايعين كتار وشافوا كمان مشتري اسمهم إيه؟ مشتريين اللي هم اللي بيشتروا الأب اشترى خضروات تناولوا الغداء في مطعم هم عادوا إلى المنزل في الرابعة بعد الظهر طيب لما غديم يوم الثلاث هالا فا هالا راحت فين؟ ومخشي للسوق ميسيو رامي اللي هو بابا هالا عمل إيه بقى؟ بغين ميسيو رامي إيه هالا وهالا بغين تناولوا إيه؟ دي جوني الغداء في المطعم لا كان الإفطار ولا العشا لو بيغ أشت الأب اشترى إيه؟ اشترى الاتنين اشترى فواكه وخضروات الساعة أربعة هم كانوا فين؟ كانوا في المنزل عشان بقولك هم رجعوا إلى المنزل في الرابعة أسئلت السوتيازيو المواقف طون عمي تدومان كسكتو أشت ومكازا دو سوفينير صديقك بيسألك ماذا تشتري من محل الهدايا؟ انت اللي حتجاوبه وتقول أقوله إيه المنطق؟ ممكن أشتري ساعة لكن اللي حشتري فواكه ولا قدروات طون عمي تدومان أخوك بيسألك أخوك بيسألك صح أين تذهب لكي تشتري الخيار؟ فانت حتجاوبه وتقول هتقوله ومغشي من السوق تدومان دا أنت اللي بتسأل أحد المرة عن مكان السوق انت اللي حتسأل وتقوله ما قالكش هو حيجاوب انت حتسأله وتقوله إيه؟ هتقوله أو ويلو مغشي؟ أين يكون السوق؟ أوغستغا في المطعم لو جارسون تدي الجارسون اللي بيقولك التي دي بتاعتك انت وعيد عليك انت فالجارسون اللي حيقولك إيه الكلام اللي ممكن الجارسون يقوله لنا؟ كيفو لي فو ميسيو؟ ماذا تريد يا سيدي؟ كسكو فو مانجي؟ الفو بتاخد النهاية الأوزد فو هتاخد أفي فرب أفواه إيه البواف بالنهاية الأو انت؟ سؤال جميل بقى سؤال جميل الناشطة ايه يا ميسي بتقسميها ليه؟ عشان تاخد بالك من الني والبا بتحول لي أدوات التجزئة إلى دو ها؟ يما ينفعش رحط دي غلط ليه يا ميسي ما هي جمع؟ أيوة جمع بس فيه ني با ما يقبلوش أبدا إطلاقا أدوات التجزئة جنبهم فبنحولها إلى الشكل ده إلى دو حتى لو جمع اه حتى لو جمع جبغا دي ايه؟ طوار لأننا هنا بسأل أنا حشرق شيء حتناول شيء طب وإنت يبقى ايه طوار؟ أنت سا حلو قوي السؤال ده سا اللي بالسودية دهات ياولاد دهات اللي بتيجي مع كلمة صافي يتكلف ده تعبير على بعضه صافي يعني يتكلف ده تكلفته كذا كذا الشاي تكلفته عشرة جنيه لما كذا آه ده السؤال ده بتاع الترم الأول فيرب أوفغيغ كان بياخد حرف الجر الأقصان وأصلا ياولاد احنا عندنا الساعة بتصبق بالأقصان لما بيكون عايزة أقدي موعد موعد وصول موعد فتح موعد غلط أي ساعة وأنا عايزة أقول فيه التساعة فيه الخامسة فيه وأي ساعة بنحط أقصان أسئلت الأسوسيات توصيل وقالي فو أين تذهبون إبعاز مكان ومخشي أفكي مع من تي اللي بلقاي بتاعت من للأشخاص تفاقوا مخشي مع مين حقول له أفك مامار مع والدتي كي بوفي ماذا تتناولون فحقول له دو كافيسل وبلي أسئلت الكمبلت مون يجي مبريفراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر